أهلاً أعزائنا مشاهدينا اليوم رح أتكلم عن ظهور المسيح بعد القيامة لتلمذي عمواس ورح أتكلم عن القلوب الملتهبة أو القلوب المشتعلة هذا الظهور كان مميز وكان خاص لتلميذين مش من الاثنى عشر أو الحدى عشر تلميذ لكن على ما يبدو أنه كانوا مع جماعة التلميذ عارفين كل القصة وكل الأحوال تركوا يوم الأحد تقريباً الظهر أو بعد الظهر بشوي وراحوا لبلدهم اللي اسمها عمواس خليني أقرأ من إنجيل لوقة تراءة طويلة شوي بس القصة معبري جداً تعتبر واحدة من الظهورات القوية جداً لوقة 24 وإذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم ستين غلوة يعني 11 كيلومتر اسمها عمواس وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته فقال لهما ما هذا الكلام الذي تطرحان به وأنتما ماشيان عبسين فأجاب أحدهما الذي اسمه كيليو باس وقال له هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام فقال لهما وما هي فقال المختص بيسوع الناصر الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل ولكن مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك بل بعض النساء مننا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات إنهن رأينا منظر ملائكة قالوا إنه حي ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء وأما هو فلم يروه فقال لهما أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب ثم اقتربوا إلى القرية التي كانا منطلقين إليها وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد فألزماه قائلتين قائلين أمكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار فدخل ليمكث معهما فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما فانفتحت أعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما فقال بعضهما لبعض ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى أرشليم ووجدال أحد عشر مجتمعين هم والذين معهم وهم يقولون إن الرب قام بالحقيقة وظهر للسمعان وأما هما فكان يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز لاحظ فانفتحت أعينهما بيتكلم عن قيامة يسوع المسيح واحدة من أجمع يعني من أعجب القصص ومن أجمل الكلمات وهذا اندل على شيء بدل على شفافية الكتاب على وضوح الكتاب وعلى مصداقية كلمة الله فبيتكلم عن أحداث بعد القيامة بيتكلم عن جسد المسيح اللي كان بيظهر من مكان إلى مكان ظهر لمريم المجدلية ظهر للمريمات وظهر لتلمذي عمواس كان عندهم نوع من التساؤل والحيرة والارتباك وفعلا كان عندهم تساؤلات كتير لأنه حطوا كل الكلمات الصحيحة أنه فعلا يعني يسوع من الناصرة نبي مقتدر في الأقوال والأفعال صانع العجائب وتكلموا عن صلبه وعن فدائه لدرجة أنه تكلموا عن قيامته أنه البعض مننا حيرنا بيتكلم عن المريمات لما رجعوا وكلموا التلميذ أنه حي أقام من الأموات لكن الظاهر كانوا في حالة كآبي لأنه من خلال كلماتهم كنا نستشف كنا نرجو أنه مزمع أن يفدي إسرائيل كانوا يمكن بيتكلموا عن قائد سياسي اللي بيطيح بالإمبراطورية الرومنية يمكن صعب عليهم يتقبلوا أن يسوع المسيح يموت على الصليب أشنع بل أفضع ميتة الميتة الرومنية طبعا الموت على الصليب وهذا كان بيطلب إلى إعلان إلهي حتى تستنير العيون وتفتح القلوب وفعلا تكون معجزة إعلان من يسوع المسيح لهذا التلميذان كل أحداث القصة عجيبة جدا تتكلم عن طبيعة البلد تتكلم عن كرم البلد تتكلم عن مشاعر جماعة عايشين مع يسوع لكن تركوا يسوع عندهم تساؤلات بيشبهوا نوعا ما تومة وهكذا أحبائي رجعوا إلى بلدهم اللي هي عمواس بعيد 11 كيلو متر والرب يسوع ما بيترك أي إنسان بيتخبط وفعلا ظهر لكن أجى ماشي من ورائهم وسأل سؤال ما هذا الذي تتطرحان به وإنت وجوهكم عابسة ومكشرة في الموضوع فاستغربوا هو يعني إنت الوحيد في كل ها الدنيا مش عارف شو اللي صار في أورشاليم زي يعني كي بدأ أوصف لك تخيل واحد إنت عم بتكلمه وبتكتشف إنه مش عارف أي معلومات عن مرض الكورونا كل العالم تتكلم عن الكورونا وبيسألك شو إيه الكورونا شو الموضوع فاتخيل نفس يعني بالتقريب نفس المشاعر لكن هون في إعلان إلهي في تلميزين كان عندهم توقع معين لهذا النبي اللي من الجليل تبعوه حبوه خدموه شافوا أمور عجيبة جدا مقتدر بالأقوال والأفعال لكن حطوا المسيح في صندوق معين إنه بهذه الطريقة كنا نفكر إنه رايح يفدي إسرائيل فهني لما تسألوا يعني أنت الوحيد المتغرب كأنه بيتكلموا عن تجاهل المسيح ولكن المسيح كشف عندما قال أيها الغبيان والبطيئة القلوب يعني فرجاهم إنه هم اللي محتاجين إلى عملية فتح أذهان وعملية فتح عيون وفعلا أحبائي يسوع بيجي لكل واحد محتاج يسوع أجا لبطرس ماشي على بحير الطبرية جاء لتومة حتى يعالج مشكلة تومة راح لطبرية حتى يعالج مشكلة بطرس وهكذا راح لتلميذي عمواس فالمسيح يظهر من مكان إلى مكان ويختفي المسيح ينسل من الجسد في القيامة ويخترق الأصوار المغلقة ويستطيع أن يصعد إلى السماء ما فيش قانون مغنطيس أو جاذبية يعني بيليزمو ففي قانون آخر أقوى من قانون الجاذبية وهكذا المسيح أعلن عن ذاته من خلال لقاء المسيح مع تلميذي عمواس ولاحظ بالنسبة للشريعة اليهودية شهادة اتنين يعني بتكون على حق فما بالك أنه الكتاب بيتكلم عن مئات الشهود اللي شافوا قيامة يسوع المسيح هون نشوف أحبائي أنه هو بيمشي معهم ابتدى المسيح يشرح ابتدى يفسر الكتب من موسى وجميع الأنبياء المختصة بيسوع بيتكلم أن يسوع هو محور الإنجيل يسوع هو محور الكتاب المقدس هو الشخصية الرئيسية اللي كل نبوات اتحدثت وتكلمت عن هذا الشخص الفاذ الرائع وين عم بيسمعوه يعني نسي حالهم طبعا ابتدى المغيب والعادي الضياف الشرقية فيها الزام يسوع تظاهر كأنه مكمل في طريقه فوين رايح يا يسوع أنت عم نسمع كلام ما سمعناه ما كناش أصلا نعرف هذا الكلام لو لما أنت شرح وفعلا عارفين الضياف الشرقية الشخص بيتظاهر لكن بيبتدوا يلزموه بشده فهو بيرفض في الأول بيرجعوا بشده مرة تانية إلى درجة بيمسكوه يعني مثل ما ليديا بقعت الأرجوان ألزمت بولوس ورفقائه أنه يمكث للضياف في بيتها وهكذا التلميذي عم واس لكن عندما دخل بيت التلميذين المسيح مكتوب يعني تحول هو المضيف ولما كسر الخبز انفتحت أعينهما وهي معجزة خارقة كيف أعينهما انفتحت لأنه أمسكت بالأول أعينهما يعني كأنه كأنه أغلقت كأنه الله اللي أغلق أعنيهم وبحب كيف التناسق بين الأنجيل تعرفوا البشير مرقص في إصحاح 16 بيتكلم ظهرة بيتكلم عن يسوع ظهرة بهيئة أخرى لتلميذان يتكلم عن تلميذي عم واس كانوا رايحين للبرية لبلدهم فإذا يعني بهيئة أخرى لأنه جسد المسيح الممجد حتى مريم المجدلية في البداية ما عرفتش المسيح لحد ما أعلن يحنى البشير على بحير الطبرية في الأول ما عرفوش يسوع بعدين أدرك من حديثه وكلامه قال هو الرب وهكذا عندما كسر الخبز الظاهر فيه كانت عملية فتح عيون وطبعا ليترك للتلميذ لما بخبروهم فتح أذهانهم ليفهموا الكتب فإذا هذا اللقاء مع التلميذي عم واسق منشوف أنه حول حزنهم إلى فرح حول الحيرة إلى يقين العيون المغلقة إلى عيون وأذهان منفتحة بالروح القدس شافوا أن نبوات تحققت في يسوع المسيح كنا نرجو كانوا بيتأملوا كان عندهم يعني لما شافوا كل هالآيات وكل القوات شافوا كل الإمكانيات في يسوع المسيح لكن برجع بكرر أن العهد الجديد وبشارة العهد الجديد ما هياش عن طفولة يسوع ولا عن كمال وأخلاقيات يسوع ولا حتى عن معجزات يسوع ولا عن تعليم يسوع كل الكرازي وكل التبشير يدور حول موضوع واحد موضوع الفداء أي موت وقيامة يسوع المسيح ومن هنا أحبائي منشوف أن المسيح أول شيء يعطي المصداقية على القبر الفارغ أنه حي أمامهم ثم يعطي مصداقية كاملة على القيامة لأنه أعلن أنا هو القيامة ثم أحبائي يسوع المسيح يعطي مصداقية على الكتب المقدسة من العهد القديم إلى مجيء يسوع كلها تسير بتناغم بتسلسل حول محور واحد وهو شخص يسوع المسيح ثم يركز على مصداقية الإختبار أن هؤلاء التلميذ تلميذي عمواسق رجعوا وحتى يخبروا التلميذ ولكن يا للمفاجأة قبل ما يحكوا للتلميذ قالوا أيوة ظهر بالحقيقة ظهر وبالعلامة أنه ظهر لسمعان وفي تلك الليلة كمان ظهر للتلميذ في العلية على أي حال ابتدى المشي والحديث يعني بيتكلم عن أطباع شرقية لما بيسيروا مع بعض وكيف اشترك المسيح معهم في هذا الحديث هذه قمة الروعة لمصداقية الحدث ومصداقية القيامة ليسوع المسيح ثم أحبائي أمسكت أعينهما يعني الله أغلق ولكن فتح عيونهم وأبصروا يسوع المسيح واختفى عنهم فإذن يسوع هو موضوع الساعة وأقول أحبائي إنه حي إلى الآن هو موضوع الساعة في كل شيء عم بيسير في هذا الوجود إن الثقة في الحي المقام من بين الأموات فهو لم يقول أنا ميت أنتم مائتون قال إني حي أنتم ستحيون وإذا أنا حبائي كما قال يسوع كلامي روح وحيا فتح ذهنهم كثير ناس بتقرأ الكتاب حتى تهاجم الكتاب ولكن عندما تنفتح الأذهان يدرك الإنسان خطة الله فإذا تظاهر أنه منطلق فدعوا للبيت وكانت أجمل دعوة أجمل لقاء مع المسيح المقام ومنشوف أنه القبر انفتح وأيضا في النهاية السماء انفتحت عندما صعد قلوبهم انفتحت وعيونهم انفتحت وأذهانهم انفتحت وهذا ما يفعله الروح القدس عندما نأتي بأمانة ونقول اكشف عن عيني حتى أرى عجائب من شريعتك اتصلي حتى الرب يعلن ذاته إن أراد الإبن أي يسوع المسيح أن يعلن لك وهذا اللقاء حبائي لم يترك التلاميذ بتخبط لكن أدركوا أن يسوع فعلا حي قام من بين الأموات وأيضا تعطي مصداقية احنا قلنا مصداقية القبر الفارغ والقيامة مصداقية الكتب ثم مصداقية الاختبار المسيحي وإلا بأي موضوع يكرزه إذا شافوا يسوع المسيح حي أمام عيونهم وإذا امتلأوا من الروح القدس اللي حرق كل خوف من داخلهم لدرجة استعجبوا وقالوا ألم تكون قلوبنا ملتهبة إن هذه القلوب الملتهبة التهبت بمحبة يسوع المسيح والتهبت وتأججت بنار الروح القدس في يوم الخمسين عندما انطلق التلميذ وتكلموا وقالوا بالحقيقة يسوع مات على الصليب وقام من الأموات وليس بأحد غيره الخلاص أحبائي كل هذه الظهرات عم بتوري يسوع من نواحي متعددة من خلال هذه الظهرات إن دل على شيء بدل على مصداقية كلمة الله وكيفية تقديم هذه الكلمة وهذا ما يعجبني في الكتاب المقدس لربما أنت تتخبط في حيرة وعندك تساؤلات كثيرة ولربما عندك أمور يعني مش مستوعبها شو رأيك إنه بكل بساطة تقول له يا رب افتح قلبي افتح عيني اعلن لي ذاتك وإذا أنت بتحب الله وبتصلي لأله صلاة بسيطة قل له يا رب افتح عيني افتح قلبي حتى أشوف الحقيقة بصلي من كل قلبي إنه المسيح الحي يأتي ويزورك زيارة خاصة ويكتب اسمك في سفر حياة وتنال الحياة الأبدية اليوم من خلال شخص الرب يسوع المسيح والرب يبارككم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر